انا مضطر قطع حضرتك هنروح لأرض الملعب وزمالينا لأعزاء اللي في أرض الملعب محمد توفيق ومريم سميح عشان يقولنا الأجواء زي ما تعودنا على شاهد قناة الأهلي اتفضل يا محمد وهي الأولى من نوحها هي بطولة نهاية كاس السوبر دوري المحترفين دي البطولة الأولى زي ما قلنا لأول مرة الأهلي والزمالك بيتقابلوا فيها هذه البطولة يمكن طبعا مشوار الفريقين خلال هذه البطولة كان حافل هنتعرف عليه من زميتنا العزيزة مريم سميح براحب بيك يا مريم قولنا بقى مشوار الأهلي والزمالك في البطولة ممكن الفريقين نهارضة بلعبوا على نهاية البطولة براحب بيك طبعا يا محمد في البداية براحب بيك يا كابتن هيسمو براحب بيديو فاكل كرام كابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبدالوريس بكل متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مخان من داخل طبعا أكيد مجمع صلاة حسن مصطفى وختام الدورة المجمعة لدوري سوب الرجال اليد النهاردة طبعا أكيد لقاء أهم جدا وزي ما احنا منتكلم يمكن الدورة المجمعة بتضم أربع فرق فقط هما الأهلي والزمالك والسفورتينج واليوبلس بالنسبة لمشوار الأهلي طبعا أكيد كان متوق بالانصارات في البداية أو أول لقاءاته في هذه الدورة أمام هليوبلس كان 36-23 وأمام سبورتينج كان 29-20 أيضا الزمالك يمكن فاز على هليوبلس بين نتيجة 35-33 وعلى سبورتينج بين نتيجة 36-28 يمكن نهاردة نيزي الأهلي استعد طبعا مع المدير الفني الإسباني الجديد دانيل جوردو أو كما يطلقون عليه داني هو الحقيقة يمكن لم يتبقى ليه أو لم يكمل خمس أيام في تولي المهام والنهاردة الحقيقة أن مهمة أهمة جدا أمامه أو مطش الأهلي والزمالك فيه ختام هذه الدورة يعني أكيد مهمة جدا يا محمد خاصة أنه هو قدامه مهام لازم يثبت نفسه النهاردة لأنه هو قدامه السكر الإفريقي وكمان كأس الكؤوس الإفريقية النهاردة الحقيقة كان عقب انتهاء الفطار كان فيه محاضرة فيديو للعيبة ده طبعا علشان يتعرفوا على خطة اللعيبة وكمان مهام المطوبة من كل لعب فيه الفريق والحقيقة أنه هما كان فيه أيضا محاضرة يمكن قبل عمليات الإحماء بدقايق قليلة جدا زي ما قلت يا مريم المدير الفني الأهلي جديد دانيال جوردو كابتن عايسم دي أول لقاء قمة ليه يمكن من أبرز المشاهد اللي كانت يعني أثناء إحماء الفريقين هو اجتماع المديرين الفريقين يمكن الاثنين أسبان المدير الفني الأهلي دانيال جوردو وكمان أوليفر روي المدير الفني لزمالك يمكن جمعهم حوار مطول يمكن وقفوا أثناء إحماء الفريقين أكتر من عشر ده مع بعض طبعا زي ما بيقول هما الاثنين من أسبانيا دي اعتبقى القمة الأولى للمدير الفني هادي الأهلي وكمان القمة الأولى ما بينهم إن شاء الله نتمنى مواجهة كبيرة جدا جدا جوا الملعب كابتن عايسم كمان المؤتد فيه مباريات أو بطولات كرة اليد إن اللايحة بتقول في حالة التعادل بيتم اللجوء لمباراة أخرى ولكن يمكن اللايحة في هذه البطولة بتنصها على عكس ذلك يمكن في حالة تهاي المباراة بالتعادل اليوم هيكون اللجوء لوقت إضافي خمس دقائق وخمس دقائق في حالة استمرار التعادل هيتم اللعب خمس دقائق وخمس دقائق أخرى يا مريم وفي حالة استمرار التعادل هيكون على طول فيه رمايات جزائية كل فريق خمس رمايات جزائية كمان يمكن النهاردة طاقب تحكيم دولي بالقود المباراة بقيادة الحكم علاء حسن وحسن مأتمد وفي حكمين احتياطي كمان نظرا لحدوث أي طارق أو إصابة في الحكام وهم محمد سامي ومصطفى المعاملي وكمان حكام الطاولة النهاردة حمد ناصر ومحمود البلتاجي مريم مباراة كبيرة زي الألو الزمانك أكيد غياب أي لعفة بيفري معكم السابق وكمان ببقى حاجة مهمة أبرز الغيابات اللي عندك النهاردة يمكن عندنا النهاردة ثلاث غيابات ولكن إن شاء الله يكون عكس ما أنت بتقول يا محمد ما تكونش مؤثرة وإن شاء الله نتوج بالبطولة يمكن أبرز الغيابات النهاردة سيف هاني طبعا فوكس يعني يمكن عنده شد في السمانة أحمد راضي غدروف في الركبة وعمر حجاج تمزق في العضلة الضمة إن شاء الله يعني ما تأثرش هذه الغيابات على أداء فريقنا النهاردة ونتوج بالبطولة أمام نادي الزمانك مريم أينكات الغيابات كابتن هيسم إن شاء الله عندنا 16 رجل نهاردة في قائمة النادي الأهلي للمباراة إن شاء الله يقوموا برواد جيبهم ويكونوا عند حص يظنوا كله جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله دايما النادي الأهلي ورجاء النادي الأهلي في المعاد وإن شاء الله على قد صغط جمهور النادي الأهلي وإن شاء الله تكون بداية النهاردة أنا زي ما نقول أول مباراة المدير الفن وتكون بداية جديدة إن شاء الله النادي الأهلي ويكون إن شاء الله الفوز حليف النادي الأهلي في أول بطولة من نوحها وإن شاء الله التوفيق دايما للنادي الأهلي كابتن هايسام ديكت كل أجواني هنا من صارت الدكتور حسن مصطفى بالثالث من أكتوبر كلمة ديكت فضل زملائي العزاء محمد توفيق ومريم سميح بشكركم شكرا جزيلا